يومي شباب عنا شرح شديد واسطوري للعبة عصر الحضارات هو كيف تخلي اي دولة تعلن الحرب على دولة ثانية في اللعبة بس قبل ما احكي لك حط لايك واشترك بالقناة فانا هدفي حاليا اوصل 2600 مشترك قبل نهاية العيد فهذا الشرح راح يكون قصير وسهل ممكن اطلاحظ هذا الاشي من طول المقطع اللي قصير غالبا راح يكون فخلينا نختار الجزائر عشان كثير طلع عندي متابعين من الجزائر وانا مش عارف فلو انت من الجزائر اكتب لي بالتعليقات بدي اعرف المهم فخلينا نكمل الشرح فاول اشي لازم تختار الدولة اللي بدك اياها تعني الحرب على دولة ثانية فمثلا انا هون بدي تونس تعني الحرب على ليبيا فابدي تونس تعني الحرب على ليبيا تكبس على اي ارض من تونس وبعدها بتكبس على هذا الخيار اكبس عليه لح احدد الكياب المنتاج اكبس عليه وانزل لتحت وبعدها اختار هذا الخيار تبع المقايضة اكبس عليه فهس بدي اياك تركز معي هون هسه اتركك من كل هاي الخيارات وركزلي على هذا الخيار فاكبس عليه واختار هسه الدولة يلي بداك تونس تعني الحرب عليها ويلي هي بهاي المرة ليبيا اكبس على ليبيا اكبس ياس هسه اكبس على هذا الخيار اكبس عليه بعدها قدم الوقت فزي ما انت شايف تونس اعننت الحرب علي ليبيا فممكن تعملها بالعاكس طبعا انك تخلي ليبيا تاني الحرب علي تونس بس ما رح تفرق وبس هيك بصنا لاخريتي الشرح فحط لايك واشترك بالقناة وان شاء الله يكون هذا الشرح عجبكو وانا عملته لانه عن جد هاي الحركة كثير بتفيدني بتختيم اللعبة وبس مع السلامة